موسيقى 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 مع المتصدر في التوئيد ده لتلتاشر نقطة وكان الحقيقة يعني أكتر المتفائلين في جمهور النادي الأهلي ما يتوقعش وبنفس الطريقة قدر جمهور النادي الأهلي أن يوصنع الحالة 2011 مع رجوع مانو الجوزيه متصريحات الشهيرة اللي قالها في مؤتمر الصحفي اللي بعتقد أنه كتير من الأهلوية فاكرينه وحفظينه صم اتكلم فيها الحقيقة مع كل الفرق اللي بتشارك في الدوري واتكلم على أنه الأهلي قادر على حسم البطولة وقد كان وقدر الأهلي يعمل مش هقولي المعجزة لأن الأهلي ما بيعرفش معجزات وأجيال المختلفة في نادي الأهلي ما بتعرفش كلمة مستحيل إحنا السنة دي مش بعيد فرطنا آه فرطنا لكن يبقى الحقيقة أنه إحنا قادرين مازلنا في اللحظة دي قادرين وبأدينا مش بأيد غيرنا أن إحنا نحسم اللقب أنا الحقيقة مستني وإذا كنت بكلم الجيل الجديد اللي يمكن ما عاش أو ما شافش البطولات دي وشاف الملحمة أو عاش الملحمة اللي عملتها جمالين نادي الأهلي في الأوقات دي يمكن وبالتأكيد فاكرين طبعاً 2019 اللي برضو الحقيقة كان فيه كلام كتير على نادي الأهلي على مدار الموسم وكان فيه ناس بتقولك إحنا خفين نادي الأهلي ينزل دوري الدرجة التانية وكلام اللي من النوع ده وقد كان وجمهور الأهلي كان ليه كلمة واضحة وصريحة اتقالت الأهلي الدوري في الجزيرة وقد كان الحقيقة وقدر نجوم النادي الأهلي إنهم يحسنوا البطولة لصالح النادي الأهلي نبحث عن البطولة السادسة على التوالي والسادسة إن شاء الله يكون وص حلوة على النادي الأهلي وعلى جمهوره لكن زي ما قلت لحضراتكم بما إن إحنا بنتكلم في السادسة وبما إن إحنا بنتكلم على البطولة السادسة على التوالي وبما إنه فاضل ست مطشاط فخلينا نتفق إنه جمهور النادي الأهلي عليه مسؤولية كبيرة جداً في الفترة اللي جاية كل الدعم للفرق وقدرين إن إحنا نكرر رحالات اللي إحنا يعني افتكرناها مع حضراتكم على مدار تاريخ النادي الأهلي في ظروف أصعب كتير جدا من اللي احنا فيها أعتقد أنه عودة الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب الأوليمبي هتكون بمثابة إضافة للفريق الحالة اللي ظهر عليها الفريق مبارح الحقيقة بتقول إنه مركز وعارف هدفه احنا ما بنشغلش باننا بأي حد غيرنا ما بنشغلش باننا بأي حد حوالينا في كل الأوقات وفي كل المباريات الكرة في ملعبنا وحسم اللقب في إيد لعبتنا إن شاء الله بإذن الله عندنا ست موطشات نكسبهم 540 دي نحسمهم يبقى إن شاء الله بإذن الله الدوري في الجزيرة زي ما تعودنا دايما النهاردة الحقيقة هنتكلم على القنبلة القنبلة اللي يمكن هزت العالم كله مش بس محبي البارسة وهو خبر انتهاء العلاقة بين برشلونة وبين ليو ميسي الأسطورة الكتالونية هو صحيح أرجنتيني الجنسية ولكنه كتالوني الهوية ما شفناش يعني ميسي طبعاً لحضراتكم شايفين وده لقطات في بس خصري لشاشة قناة النادي الأهلي قناة بتنفرد الحقيقة بتفاصيل المؤتمر الصحفي اللي باكى فيه ميسي وأبكى الحقيقة عشاء برشلونة في كل مكان في العالم يمكن طبعاً خانته دموعه موقف متنقض تماماً مع موقف ميسي من سنة فاتت من موسم واحد فات كان عنده رغبة أكيدة كان عنده رغبة واضحة أكد عليها مراراً وتكراراً في إنهاء علاقته ببرشلونة لكنه عاد واستمر مع البرسة لكن الحقيقة السنة دي موقف متنقض تماماً رغبة أكيدة منه عبر عنها بكل وضوح وبكل صراحة وقال كان عندي رغبة أكيدة إن أنا أستمر في البرسة لكن طبعاً ظروف كتير جداً أهمها طبعاً قوانين اللي بتحكم اللي جا منعت أسطورة البرسة واحد من أهم أساطير الكرة على مدار التاريخ طبعاً من إنه هو يكمل مشواره مع برشلونة هنعرض لحضراتكم جزء كده من المؤتمر الصحفي أفكر حضراتكم بس قبل ما انتبع مؤتمر ميسي بسؤال حلقتنا اللي موجودة على السوشال ميديا هيكون موجودة على صفحتنا على الفيسبوك وعاً انستجرام وعلى تويتر أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي في مباراة الأهلي مبارح وسيلاميكا كليوباترا نرجع لمؤتمر ميسي اللي قال فيه كلام كتير جداً الحقيقة وزي ما قلت المشاهدين إنه قناة النادي الأهلي بتنفرد بتفاصيل المؤتمر اتكلم الحقيقة بكل صراحة الحقيقة وقال إنه مش ممكن أبداً أخبي حاجة أو أجدب على جمهور عشقني ودعمني لمدة عشرين سنة اتكلم على تفاصيل الساعات الأخيرة جداً طبعاً صدمة صدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكل محبي عشاء البارسة في كل مكان في العالم ولكن النهاردة السؤال الأكبر والأهم بداية اللي يجا بيفقد اتنين من أكبر نجومه على مدار الموسمين أو التلاتة الأخيرين وبالتالي فقط جزء كبير جداً من قوته فين هتكون وجهة ميسي القادمة؟ حتى ده يمكن نتكلم فيه في المؤتمر الصحفي خلونا نسيب حضراتكم لبعض المشاهد السريعة وبعض الكلمات المؤسرة جداً من ليو ميسي ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة لقطات بسيطة من طبعاً مؤتمر ميسي الصحفي أو مؤتمر وداع برشلونة لميسي اللي بتنفرد به قناة النادي الأهلي القناة الوحيدة اللي بتعرض تفاصيل المؤتمر الحقيقة يمكن تكون صدمة أو زلزال سميها زي ما تسميها الكل بيسأل على مستقبل فريق البارسة بعد ما غاب عنه أبرز وأهم نجومه يمكن في العشرين سنة الأخيرة ما شوفناش وما تعودناش نشوف لاني الميسي بتيشرت غير تيشرت برشلونة فين هتكون الوجهة القادمة مصير الليجة وقوته بعد رحيل كريستانو رونالدو وليه ميسي هيكون ايه؟ هل من الممكن أن نشوف ميسي بألوان البي اش جي ولا يكون صفقة يتم حسمها لصالح المان سيتي كلها تفاصيل يمكن هنعرف حقيقتها خلال الأيام القادمة خلينا نرجع لإستعداداتنا لمباراة مهمة جداً كلاسيكو بكل ما تحمله الكلمة من معاني الأهلي والإسماعيلي مباراة مهمة جداً في مشوار وفي طريق حسم لقب بطولة الدوري إن شاء الله معادنا هيكون معاه يوم الأربع للجاية هنتكلم عليها بكل التفاصيل هنتكلم كمان عن السعادات النادي الأهلي في السادسة بس بعد الفصل إذا كنت من عشاء الكلشو الدوري الإيطالي يبقى الفقرة دي تهمك جداً هنتكلم على المركاتو في إيطاليا وهنتكلم على أهم الصفقات اللي عملتها الأندية الإيطالية في الفترة الأخيرة خصوصاً طبعاً إنه كان متوقع يكون فيه انتعاشة بعد ما أحرزت إيطاليا طبعاً لقب يورو 2020 يمكن إنه إحنا بنحضر للفقرة كان جالي كده في زيني سؤال ماذا لو نضم ميسي لأحد فرق الدوري الإيطالي إيه شكل المسابقة وإيه حجم قوتها ونسب مشاهدتها لو بطولة بيلعب فيها ميسي وبيلعب فيها كريسيانو رونالدو الرايفلز الحقيقة اللي عيشنا معهم سنين حلوة جداً في الدوري الأسباني وإيه احتمالية إنه ممكن يكون اليوفي نفسه مهتم بضم ميسي أو موافقة ميسي يعني هو يلعب في اليوفي بجوار رونالدو هل ممكن نشوف الاتنين دول لابسين نفس التيشرت وبيلعبه في نفس الفريق مش عارف هي الأيام اللي جاية وإن كانت الوجهة طبعاً غالباً هتكون فرنسا والأولوية الثانية هتكون الإنجلترا بي أش جي ومان سيتي على التوالي خلينا نعرف أكتر على المركاتو الإيطالي مع فليبو كورناكيا الصحفي بجريدة توتو سبورت الإيطالية بداية طبعاً أهلاً بك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسة جافت بوي السلام عليكم شكراً لكم السلام عليكم بداية طبعاً لازم أهنيك وأبرك لك على تتويج إيطاليا ببطولة اليورو 2020 وأسألك في البداية هل تتوقع أنه ده يكون ليه تأثير إيجابي على نسخة الكالتشو في الموسم الجديد؟ كي الإيطاليا في إيطاليا هذا بدون شك سيؤثر إيطاليا قامت بحدث كبير وفازت ببطولة اليورو لا أحد كان يتوقع في إيطاليا أن إيطاليا قد تكوم بتقديم هذه النسخة الرائعة من المجموعة الرائعة من مجموعة لعبين قويين من صيني خلق روح رائعة لم يتوقعها أحد والجميع كان يعتقد أن هذا سيؤثر بالشكل الإيجابي على الدور الإيطالي العام المقبل إيطاليا قدمت مستوى كبير جداً وبالطبع سيؤثر بالإيجابة على الدوري طيب خلي السؤال الأول يكون بداية بالبطل هتدي بالحديث على الإنتر اللي حقيقة قدم موسم أكتر من رائع واستطاع أن هو يستعيد لقب بطولة الدوري الإيطالي بعد الغياب دام عشر سنين نسخة إلى حد ما فكرتنا بنسخة الذهابية لإنترنسيونالي لكن الحقيقة بمجرد نحق لقب وكأنه الزلزال حصل رحيل كونتي بيع لوكاكو بيع أشرف حكيمي والكلام دلوقتي بقى كمان عن لو تارو مارتينيز اللي احتمال يتنقل بصفقة محتملة لتوتنهام إيه اللي حصل وإيه حكاية ثورة الغضب من جماهير الإنتر في إيطاليا يجب أن نعلم شيئاً هاماً جداً أن الصينيين جاءوا إلى مدينة ميلانو سواء مع الإنتر أو الميلان من أجل السسمار أنا لا أقصد بذلك أن الإنتر فاز ببطولة إيطاليا بالصدفة لا كنتي قام بعمل كبير واستحق الفوز بالبطولة لكن الأمر يتعلق الآن في إيطاليا وخاصة مع الصينيين أنهم يريدون الاستثمار وهذا الشيء الذي رفضه أنتونيو كونتي فالاجتماع الأخير مما أدى إلى استقالة أنتونيو كونتي مع الصينيين لقد طلبوا منه هذه الطلبات التي نراها الآن قالوا له أنت فوزت بالسكودتو بالدور الإيطالي وهذا الشيء يعتبر أسطوري لنا ولن نكن نتوقعه ولكن حكيمي تم تقديم عرض سخي من باريسا جرمان ولوكاكو من تشيلسي أنتونيو كونتي لم يوافق على ذلك ورفض كل هذه الأمور وقال خروج حكيمي وخروج لوكاكو وخروج لوطارو مرتينيز يعني تقديم استقالاتي قبل انتهاء هذا الميتنج وهذا الاجتماع الصينيين رفضوا رفضوا مطالب كونتي تحدثوا معه عن الندي يمر بأزمة مالية كبيرة جدا ويجب بيع النجوم اللاعبين لكن الصينيين لم يقدروا العمل الكبير الذي قدمه أنتونيو كونتي وهذا سيؤثر بالسلب على فريق إنتر ميلا الذي سيقوم بلعب دورة أبطال أوروبا مصير لوكاكو حسم بالفعل ومصير أشرف حكيمي حسم أيضا لكن الكلام عن لوطارو مرتينيز سوى عن نجم الأرجنتيني ونجم الإنتر وبعد التقارير تتكلم على اهتمام توتنام الإنجليزي بضم لوطارو مرتينيز آخر التطورات في عملية الانتقال مصير لوكاكو تم حسمه أشرف حكيمي انتهاء الأمور توتنهام قدم عرضة حقيقي ولكن جماهير الإنتر أعلنت الغضب الصباح اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر ورفضوا مغادرة لوطارو مرتينيز الصينيين يخشون غضب الجماهير طيب إذا كنت بتكلم على موسم ناجح للإنتر يبقى بالتأكيد بتكلم عن موسم قادم هيشارك في دوري الأبطال وبالتأكيد الإنتر واحد من الفرق اللي عودتنا أنها تكون موجودة عشان تنفس على لقب البطولة هل في أي خطوات أو أي صفقات من شأنها تدعيم صفوف الإنتر في الفترة القادمة كان فيه كلام على سبيل المثال على إيدن جاكو وطبعا نجم روما والحديث عن انتقاله للإنتر إيدن جاكو أقرب اللعبين القدومي للإنتر الأمور تعتبر منتهية مع إدارة روما وإدارة الجالروسي مورينيو يرفض موجودة إيدن جاكو وتحدث مع إدارة الزياب لكن إدارة الإنتر ضخط العديد من الأموال من أجل الزفر بإيدن جاكو إذن أقول لكم أن إيدن جاكو قد يكون مهاجم من إنتر القادم لتعود لوكاكو بالحديث عن جاكو وعن روما خليناك كمان أتنقل لمتاعب روما اللي كتير تنبأه وإنه يبتدي بداية قوية للموسم ده مع مورينيو لكن يبدو يعني تأتي الرياح بما لا تشتاق السفن زي ما بيقولوا بداية صعبة جدا يمكن خسر مبارح بالنتيجة كبيرة جدا وطرد منه تلت لعبين وطرد هو شخصيا إزاي بتشوف بداية إي أس روما مع خسي مورينيو العالم كله أجمع يعلم أن الدور الإطالي دائما ما يعرف بسخونته ومورينيو عاد وعادت كرسمة مورينيو مورينيو عاد إلى إيطاليا من أجل أن يعيد اسمه إلى الواجهة مرة أخرى ولهذا عاد إلى روما تم رفضه من كبل الإنتر كان يريد العودة للإنتر ولكن مورينيو يريد أن يظهر لجماهي الروم أنه جاء من أجل الفوز هو يفعل أشياء جنونية الجميع هنا متعود على مورينيو من أيام ما كان في الإنتر ولكن مورينيو مع روما سيقدم نسخة رائعة للزئاب اليوفي وأيسي ميلان تحديدا وأهم الصفقات التي أبرموها في الميركات والصيفي وأنا أتكلم على 2 من أكبر أندار أوروبية مش بس الإيطالية يوفينتس وإيسي ميلان خليني كمان أسألك لأنه إحنا كعشاء للكلتشو على مدار التاريخ شفنا أهم وأكبر أسماء في المهاجمين على مدار التاريخ بتلعب في الدوري الإيطالي وبتلعب تحديدا للأندار الإيطالية شفنا رونالدو البرازيلي شفنا تشابتشانكو شفنا جوجوية شفنا باتيستوتا كريسبو مارشيلو سالس وغيرهم وغيرهم وإبراهام وفيتش طبعا ودلوقتي الحقيقة مش بنشوف مهاجمين من العيار التقيل يعني برحيلو كاكو عن الدوري الإيطالي يبدو أنه الفرع الإيطالية كلها لا تمتلك المهاجم من العيار التقيل مهاجم من نوعية ليفندوفسكي مهاجم من نوعية إيرلينج هولند هل مش بتفكر الأندار الإيطالية وخصوصا الميلان واليوفي في مهاجمين من العيار التقيل أنا لست متفق معك في هذا الأمر وأقول لك شيئا لدينا كريسيان رونالدو يلعب في اليوب الميلان إبرايموفيتش وهؤلاء من أقوى مهاجمين في العالم ماذا تريد أعلم أنك تريد متعة الدوري الإيطالي ديل بيرو وجيبتشينكو ورونالدو هؤلاء لكن أقول لك أن روما أيضا لديه جيكو لاتسيو لديه تشيري وموبيلي ليفندوسكي قوي جدا ويصنع الفارق مع بيرني ميونيخ لكن نحن إيطاليا ونحن لدينا عظمة الكرة الإيطالية ولدينا بعض المهاجمين إذا كنت قتبعت اليورو لدينا أموبيلي في لاتسيو وكان لوكاكو وإبرايموفيتش إيطاليا ستعود مرة أخرى ولدينا العديد من المهاجمين ما فيش اهتمام بالأندال إيطالية بمهاجم مثلا زي أيرلينج هولند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ألند صفقة ستكون من العيار الصوكيلة وأقولها لك حصريا وأنا لا أستطيع الخجل لا يوجد نادي في إيطاليا لديه أموال ألند برشلونة قدم له ميت مليون يورو السيتي قدم ميت مليون يورو ما لديه ميت مليون يورو ليقدمه له هولند الإنتر باع لوكاكو من أجل الأزمة إبرايموفيتش عاد إلى المينا بأموال لا تسكر شير أموبيلي في لاتسيو أنا أريد ألند في الدور الإيطالي سيصنع الفارق للدور الإيطالي وسيجلب العديد من المشاهدة لكن ليست لدينا أموال ألند أفهم من كلامك لأنه كان السؤال اللي جاي الحقيقة متعلق بزلزال ليون الميسي وانتهاء علاقته ببرشلونة هل في نادي إيطالي ممكن يكون مهتم بضم أسطورة كرة القدم بش أقول الأرجنطينية العالمية ليون الميسي هل من الممكن نحن نشوف ميسي بيلعب في الدور الإيطالي مستحيل ميسي أقول لك لقناة الأهلي ميسي سيرتدي كميس باريس سان جرمان استحالها للأنديال إيطالية عن تجلب ميسي ميسي باريس سان جرمان والأمور انتهت خليه سؤالي الأخير أعرف منك أهم الصفقات للعبين إيطاليين خارج الدور الإيطالي يعني مين من الأنديال من الدولات الخامسة الكبرى اهتمت بالتعاقد مع لعبين إيطاليين في الفترة الأخيرة خصوصا بعد تتويق إيطاليا بيورو 2020 ميسي أبرز الراحلين ولكن لا يعتبر ايطالي. هناك بعض العروض جاءت من عجل لوكتالي. وايضا هناك العديد من اللاعبين الذين تقدموا. شان هالوغلو ترك الانتر. اقول لك شيئا هاما ان المركاتو سيبدأ في ايطاليا اكثر سخونة خلال الايام القادمة. هناك اشياء كتتحدث كتغير مجرى ومسار الدور الايطالي. صفقات كثيرة كانت تأتي الى ايطاليا. فليبو كورناكيا الصحفي بجريدة توتو سبورت الايطالية. بشكرك على مشاركتنا في حلقة النهاردة من الساديسة. نتمنى نشوف نسخة قوية جدا من الكالتشو. يظل الكالتشو واحد من الدوريات الكلاسيكية اللي ليها عشاقها. اتعودنا من سنين طويلة جدا. احنا نتابع ونشجع فرقه. وتعودنا كمان. احنا نشوف اهم واجبر اسماء في عالم كرة القدم بتلعب في ان ديت. ايطاليا نتمنى انه الزمن ده يرجع مرة تانية. خلينا اتكلم اكتر عن الزلزال. بالتأكيد هيكون حاضر في الساديسة. النهاردة خبر وداع باشلونة اللي هي من الميسي. ونتكلم كمان على مواجهة الاهل والاسماعيل لمواجهة المنتظرة. واحدة من اهم ماتشاط حسم البطولة السنة دي. كلها في الساديسة مع واحد من النجوم النادي الاهل. كابتن رمضان الساديسة هيكون ضيفة علينا في الساديسة. بس بعد الفاصل. حتى وان غابت الجماهير عن المدرجات. فبالتأكيد شدها واصل. والحالة اللي اتكلمت عليها في بداية الحالة قادرين تماما ان احنا نعملها. نعملها من خلال قناة النادي الاهلي. ومن خلال صفحات النادي الاهلي على السوشيل ميديا. ومن خلال السوشيل ميديا اعتقد جمهور النادي الاهلي صوت واصل ومؤثر ومسموع بقوة ويقدر يعمل نفس الحالة. حالة الدعم اللي توصلنا ان شاء الله لتحقيق اللقب تلاتة واربعين في تاريخ النادي الاهلي. واللقب السادس على توالي من البطولة المفضرة للاهلي وجماهير وبطولة الدور العامة. هنشرفنا النهاردة كابتن رمضان السايد نتكلم عليه. بداية طبعا تقييم سريع على مباراة مباراة امبارح. مباراة اعتقد اداء ونتيجة. الاهلي يقدم مباراة جيم محترم جدا. يطمننا ان شاء الله على قدرته في مواصلة المشوار. وعندنا ست محطات نحسمهم. نضمن البطولة ان شاء الله في نادي الاهلي في دولاب البطولات في الجزيرة زي ما تعودنا دايما. مساء خير كابتن رمضان. مساء خير يا احمد. ربنا اخليك. انا بس قبل ما ادخل في الاهلي حبيب بس اسمع رأيك في القنبلة اللي هزت عالم الكورة. اه كله الحقيقة النهاردة يعني. وبالذات طبعا عشاء البرسا. يعني اللي كانوا متفقلين نوعا ما. انضمام كون اجويرو. انضمام مينفس دي باي رفع من سقف طموحاتهم. جاي ميسي. ده اجويرو اساسا اتنقل عشان ميسي. اه عشان ميسي. ايو حقيقة. لا طبعا ميسي اسطورة. واعتقد يعني يمكن احنا. اسطورة طبعا اعتقد افضل لعيب في تاريخ الكورة. يعني حتى احنا بنتكلم على مرضونا الحقيقة. ايو. لعيب فز ولعيب يعني يمكن. الحقيقة برضك عمل حاجات جمدة جدا في الكورة. لكن ميسي بقى يعني يمكن مثلا هبنتكلم على مرادونا في هدفه مثلا في انجلترا. ده ميسي قرر الهدف ده بتاع حوالي عشرين مرة مثلا. ان هو بياخد الكورة من وصف الملعب ويروى كل الناس. اسطورة اسطورة فعلا. ويمكن النهاردة هو كمان قدم للعيبة الكورة ونجوم الكورة الحقيقة. اه حتة الانتماء وحتة حب والنادي برشلونة. وان هو بيبكي ببكاء. يعني اول مرة شوف ميسي الحياة بيبكي بالشكل دوت. اه. وهو. واضح انه لحظة يعني فيه قلم ان هو بيفرق. على الرغم انه كان عنده رغبة. السنة اللي فاتت يعني في بداية الموسم. هو كانت رغبته اكيدا انه يسيب البارسة لزروف كتيرة جدا. ولأسباب كتيرة. لكن السنة دي يبدو ان فيه حالة قلم كبيرة جدا. اه طبعا. اه طبعا. هو يمكن الحقيقة اه. عرض عليهم حتى ان هو يخف دراتي بتاعه. وحتى اول سنة عرض عليهم ان هو ما يقضيهاش. وعرض عليهم حق انه عروض كبيرة جدا. اللي هي عشان كان بيضح ان هو يستمر في برشلونة. لان طبعا. هو عمل طبعا. الاسطورة بتاعته ديت. ونجوميته وكل حاجة من برشلونة. ايه. اه. تتوقع انه في في السن ده. يعني بيقال فيه وجهة نظر كتير جدا. بتقول انه 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 البرسة والجيل الدهبي للبرسة هو اللي ساهم بشكل كبير جدا. في صناعة اسطولة ميسي. هل تتوقع انه ميسي في المرحلة دي من مشواره او في سنه ده كمان على واجه التحديد. قادر انه يكتب قصة نجاح جديدة في في غالبا في بي اجي يعني. اه. اكيد. اكيد. وبنسبة مية في المية. اه. لاني اه. زي ما لسه نتكلم دلوقات يا احمد. سطورة فعلا. يعني عمل كل حاجة في الكورة. وممكن انت لو بتتفرج عليه مسلا في خلال المباريات اللي فاتت او اخر الموسم اللي فاتت الحقيقة. لا لسه ميسي هو ميسي وهيروح برضك هيبقى هو نجمه وهيبقى هو سطورة. لا ميسي لعيب حاجة تانية خالص. مختلفة عن كل لعيبة العالم. رغم انك انت يعني يعني بتشجع الريال. طبعا. مش بتشجع البرسة. لكن ميسي لأ. عشان تستمتع الكورة. لا. لعيب. بمناسبة البارسة والريال. شايف انه الدوري الاسباني. اه. يعني فقط جزء كبير من 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 لمعانه وبريقه ونجاحه برحيل رونالدو. ومن بعديه ميسي. ده بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. اعتقد ان احنا كنا بنتكلم على الدوري الانجليزي الاسباني. بنروح مسلا الالماني. بروح مسلا الفرنسي. احنا حاليا دلوقت الدوري الاسباني الحقيقة هيروح لقب. يعني هتلاقى الانجليزي. الالماني. الفرنسي. لو كمان ميسي بتنقل الحقيقة في الدوري الفرنسي. لا. الدورة زباني هتأثر بشكل كبير جدا في المشاهدة. بعد مرحلة ميسي رونالدو. تتوقع مين اللي جاي. مين شايفه بعينيك كده. والله. والله. يقدر يكون يحتل المكانة بتاعت رونالدو. يعني هيبقى فيه اتنين لعيبة الحقيقة. ويمكن واحد منهم الحقيقة. يعني احنا بنفتخر ان محمد صلاح واحد منهم. واحد منهم. اه عنده. عنده فرصة. ومحمد صلاح ماشي بخطوات كبيرة جدا جدا. يمكن انبابي كمان بردك من اللعيبة المميزين جدا جدا في العالم حاليا دلوقتي. طيب. عايز اكلم معك عن ماطش مبارح. اه. وشوف اه. اه اه. رأيك في المستوى الذي قدمه النادي الاهلي كأداء. طبعا كلنا راضيني عن النتيجة. اعتقد نتيجة ٢ جدا على الفريق محترم زي سيراميكا. اه. وبعد كده اروح معك لماتش اللي اسماعيلي المبارحة صعبة جدا. اكيد. ويابقى مهم جدا. اكيد. السماعيلي في الفترة الاخيرة فائد جدا مع يهب جلال. مبارحة صعبة بكل مقيس. بس تسمح لنا نروح لفاصلول ونرجع بقى ندخل في التفاصيل. ماشر وحميد. مكاسب بالجملة من ماتش مبارح مع سيراميكا. أولها طبعا وأهمها التلات نقاط. والأهم يمكن كمان من التلات نقاط هو فكرة استعادة صدارة جدول الترتيب. مهم جدا جدا النقطة دي في 6 ماتشات اللي جايين. عندنا كمان طبعا تأكيد على قوة الأهلي الضربة. قوة الأهلي هجومية. وصلنا مبارح بالأربعة جوال للهدف رقم 60. والتأكيد كمان على صدارة محمد شريف ومحمد شريف ده. ليه كلام تاني خالص لترتيب الهدفين. هنتكلم على ماتش مبارح سريعا وأهم من نقاط الإيجابية. وإذا كان فيه سلبيات لأنه فيش حاجة كاملة ومفيش صورة كاملة. خلينا كمان نشوف إيه ممكن يكون الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها أو نحسنها أو نتفاداها في الماتشات اللي جاية. الماتشات الجاية مفيش حاجة بتقبل اسمها على اتنين. ومفيش مجالنا كنت تتفرط في ربع نقطة مش في نقطة كاملة. برحب بنجمي نادي الأهلي كابتر رمضان السيد ضفنا النهاردة فيها السادسة مرة تانية أهلا وسهلا محقاك. شفت إزاي كابتر رمضان ماتش مبارح؟ أولا المبارات مبارح الحقيقة هي من أفضل الأربع مبارات الأخيرة. يعني يمكن إحنا ويمكن إحنا بردك بقنا فترة كبيرة جدا ما حصدناش الاثناشر بونت بتاع أربع مبارات وراء بعض. زيان بقول لك إن دي أفضل مباراة الحقيقة في الأربع مبارات الأخيرة. يمكن من ضمن الحاجات الإيجابية اللي موجودة فيها الحقيقة ما فيش وقت في المباراة إحنا سيبنا مساحات فرقة سراميكا. طوال الوقت إحنا ضغطين وطوال الوقت إحنا عاملين كسافة هجومية بشكل قوي جدا جدا. الخطوط بتاعتنا قريبة جدا. يمكن دي من ضمن العيوب اللي كانت موجودة في الثلاث مبارات الأخيرة. عشان كده إحنا المبارات الأخيرة الحقيقة كنت نستقبل فيها أهداف. لأن إحنا كانت الخطوط بتاعتنا. الجول بتاعة ياسر في بداية المباراة سهل. وده درس يعوي مش درس ده دي حاجة مهم جدا نأكد عليها في كل المطشات اللي جاية. كل المطشات اللي بتأخر فيها الأهلي في التسجيل بتبقى سيناريوهاتها بالنسبة للجمهور وبالنسبة للعيبة صعبة ومؤلئة. المطشات اللي إحنا بتسجل فيها بدري السيناريو بيختلف تماما. يعني بفتكر وإحنا سيناريو مطش سراميكا شبه كتير جدا مطش سموح اللي لعبنا في سكندرية. بالضبط. يمكن إحنا طبعا هدف ياسر فرق معنا بشكل كبير جدا الحقيقة. لكن زي بقول لك يعني يمكن إحنا الثلاث مباراة اللي إحنا الأخيرة قبل مباراة سيراميكا. قلنا هداءنا في الشوت الأولاني يعني ما بنخشش بنفس القوة بتاعتنا الحقيقة اللي بدخلنا بيها مباراة سموحة أو مباراة سيراميكا الحقيقة. ده طبعا هدف ياسر وده فتح الجيم خلاص يعني. والله حلطها زي مهاجمين بالذات. يعني على فكرة وياسر طبعا العيب بيلعب راسه كل جدا. ضربة الجزاء بتاعت الشحات طبعا. طبعا ضربة جزاء الشحات الحقيقة والشحات يعني يمكن من حاجات الإيجابية في الفترة الأخيرة إن الشحات رجع المستوى. اللي هو كان عليه في المقصة واللي هو كان عليه في العام الإمارات الحقيقة. عنده لسه كابتر رمضان؟ عنده لسه كمان هيخش فورما أفضل من كده. لكن الشحات الحقيقة من ضمن الإجابات اللي موجودة في الفترة الأخيرة إن نرجع لمستوى. طبعا يمكن أفشى. الهدف ده هدف القرار التزديد وقرار بيحط كرة في حتة صعبة جدا جدا على حرس المرمى الحقيقة. فيه كلام الحقيقة يعني أو طبعا وتوقعوا إنه الفترة اللي جاية يعني كلم جماهير إنه ممكن يبقى فيه أو مش ممكن. ده أكيد فيه حتة الحرب النفسية إنك إنت تطلع إشعاعات وتطلع أخبار ممكن تخلي اللعيبة تخرج عن تركزها. كلام عن أفشى أفشى في منتهى السعادة بوجوده في النادي الأهلي وبيأكد دايما على إنه عنده رغبة في حصد مزيد من البطولات. يمكن تصريحه الشهير على السوشال ميديا إنه أنا ما جيت النادي الأهلي ما كنتش متوقع إن أنا في الفترة دي بقاله سنتين يحقق الكمل كبير جدا بطولات. ويقول إنه في الأهلي ما فيش كفاية دايما الجمهور عطشان ودايما الجمهور عايز بطولات ده يعني بعد كل بطولة بنحقق. أفشى يا أحمد الحقيقة في خلال حياة الموسمين أنا بعتبره من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر. تطور بشكل كبير جدا. طبعا فيه تطوير في أدائه بشكل كبير جدا ولعيب مؤثر بشكل في كل مباراته. يعني أنت حتى ممكن برغم إنه هو معرض لحقيقة الإيجاب ولعب كل المبارات الأخيرة الحقيقة لكن على طول أفشى في رومالت ميزان دي حاجة الحاجة التانية حتى أفشى مثلا لما بيكون مميز جدا جوا الجيم بيعمل لك مثلا إيه تسعة من عشرة تمانية من عشرة لما بيكون مش في حالته بيروح مثلا لسابعة ستة في لعيبة ممكن تديك تسعة من عشرة وبعدين لما يكون مش في حالته يروح لواحد أو اثنين. لا لا أفشى طبعا وبعدين زي ما أنت بتقول يا أحمد الحقيقة هو طبعا يعني أفشى تعمل جوا نادي الأهل بشكل كبير جدا نجمية اللي حصلت في خلال الآخر موسمين دي أفشى مقدرها بشكل كبير جدا وبيحب نادي الأهل بشكل كبير جدا طبعا ليمكن الحاجات الإشاعات اللي أنت بتتكلم عليها يا أحمد إحنا على طول كل ما بنكون بنفنش الموسم خلاص نحصل طولات الإشاعات يعني كترت بشكل كبير جدا. لكن أنا أعتقد إحنا لعبتنا الحمد لله يمكن سيد عبا حفيز موديل الكورة والجهاز الفني الحقيقة يعني لأ مسيطرين على كل الحاجات دي. الله دي الكلمة اللي أنا سمعتها في لقطة هدف أفشى مبارح اللي ماشي كورة جميلة جميلة طبعا. من المكاسب مبارح خليني أقول لحضرتك برضو وتكلم على شريف شوية دي له حقه بصرحي. ولد مجتهد لأقصى وأبعد حد عنده إصرار بلون الفني الحامرة تحسه لعيب معدنه معدن النادي الأهلي. إمبارح حط الهدف رقم 18. وبكده هو تخطى رقم أمادو فلافيو وعادل رقم المسجل باسم وليد أزارو وفضله جول عشان يبقى جانب كابتن أحمد بلال وقدامه خمسة عشان يوصل للأسطورة كابتن محمود الخطيب طبعا أعظم هدافي النادي الأهلي فيه بطولة دوري برصيد 23 هدف. وعلى رغم الموسم ده كان بدايته صعبة كمان بالنسبة لمحمد شريف. بتشوف محمد شريف السنة دي مع الأهلي إيه ونصحتك له إيه في المتشاط اللي جاية؟ أعتقد أن محمد شريف في الموسم ده من أفضل المهاجمين اللي موجودين في مصر. ويمكن في مباراة المقاصة الكورتين اللي لعبهم جابهم بالنغو دربات الرأس الحقيقة. وواحدة فيهم الحقيقة كانت يعني طلع مثلا مترين. كريسيان رونالدو والناس شبهتهم كريسيان رونالدو. بالضبط نفس الكورتين دول بالذات أو الهدفين دول بالذات يرفعوا من سعر الحقيقة محمد شريف بشكل كبير جدا جدا جدا. ده هدف في ديجلة. ده هدف في ديجلة. آه فبعا. لا محمد شريف الحقيقة يعني إشادة كبيرة جدا جدا. لكن يمكن أنا بقوله أن أي عروض احتراف في الوقت اللي انت فيه حاليا دلوقتي. احتراف أوروبية يعني. في الوقت اللي انت فيه وفي الفورمال اللي انت فيها دي. لا ما تفرطش فيه. ده الجول اللي انت بتقول عليها كبيرة رمضان. ده بص ده. ده ماتش المقاصة في السويس. هدف يعني. على رغم من الناس كتير جدا كبتقول حتى ما بنعبش دماغه. بالضبط كتير. آه. آه. يعني واضح انه. آه لا. الكرة دي بالذات. يعني مش انه أنا مش هكلمك حتى على جول التاني. الكرة دي بالذات. لا ده إيه اللي ارتقاء دوت. وحاجة يعني بصراحة. بهدف اللي حرازه الكريسيان. الحقيقة شبيه ليه بالضبط يعني. يعني طالعه واقف فوق وحطيطها بدماغه. ده الجولين الزمالك الواحدة باليمين. الشمال دي فجأتني. يعني الشمال دي. آه. يعني يعني أنا عرف انه هو بيشوت بيمينه كويس جدا وبيحط بشماله. آه. لكن انه يشوت من حتة دي من المنطقة دي. آه. قذيفة بالشكل ده برجله الشمال وتروح كده. الحقيقة هو رجليل اتنين مع راسه لا. مواصفات مهاجم. أولا رجليل اتنين ومع الكرات العالية أو الأدفين اللي أحرازهم. مع انه هو كمان يعني حتى في التزديد ممكن اللاعي بيكون بيعرف سدد كويس قوي. بس ما عندوش ما بياخدش القرار. آه. هو بياخد قرارات يعني لحقيقة يعني الكرة اللي برجل الشمال دي. يعني الطبيعي ان اي حد يقولك لا انا اخترق وهكمل لسه. أو عادلها على يميني. أو عادلها على يميني. لا ده هو خد قرار وبياخد قرار التزديد بشكل صحيح. طيب. أتكلم معك شوية على مطش الإسماعيلي لأنه واحد من المطشات الصعبة اللي دايمن جمهور النادي الأهلي بيبقى شايل همه. يعني الإسماعيلي فرقة محترمة من الفرقة اللي بتلعب كرة حيلوة طول عمرها. مطشاتها مع الأهلي بيبقى فيها مستوى من الديع يعني كبير جدا. وخصوصا انه نسخة الإسماعيلي بتوقيع إهاب جلال مختلفة. طبعا. يعني في حالة فواءان على مستوى النتائج اللي عمالها مع إهاب جلال. بتقول إنه الفرقة بتحاول ترجع للإسماعيلي درويش مصر اللي احنا عارفينهم من زين. شايف مطش الإسماعيلي إزاي وإيه هي مفاتيح فوز النادي الأهلي في مطش الإسماعيلي إن شاء الله. أولا لازم نتكلم على الحقيقة إهاب جلال زي ما تكلمت يا أحمد. يعني هو عمل سبع فوز متتالي. يعني أول ما مسك الإسماعيلي عمل سبع فوز متتالي. يمكن نقالهم طبعا من الصراع على الهبوط الحقيقة. لأنهم دلوقتي بيبتدوا يفكروا إن هما يفنشوا بمركز. الفرقة طبعا تغيرت بشكل كبير جدا فنيا الحقيقة. ويمكن إحنا لازم نعمل حساب المبارات دي. إحنا يمكن الحقيقة يعمل أنت قلت حاجة دلوقتي. قلت إن إحنا المبارات اللي جاية دي كلها ست مبارات. وأنا نعتبرها مبارات كؤوس. لأن إحنا محن نعملاش بدايل. فيش رفاهية. أه ما فيش. لأنك إنت عشان تحصد البطولة. لازم تفوز في الست مبارات. صح. أعتقد إن دي من ضمن مبارات اللي إحنا إن شاء الله بإذن الله. لعبتنا مركزين فيها بشكل كبير جدا. طبعا أنا بكلمك على آخر فورمة الحقيقة. اللي إحنا قدينا بها مبارات مبارات الحقيقة. أنا في رأيي إن إحنا وصلنا الفورمة عالية جدا. يمكن كان فيه في الفترة اللي فاتت. في الحقيقة كان فيه عندنا مشكلة دفاعية. مش دفاعية كأفراد. قد ما هي دفاعية كمجموعة. لأن أنت كنت متفرط في مساحات كبيرة جدا في الملعب. وفي نفس الوقت خطوطك كانت بعيدة. يعني تلاقي مثلا محمد شريف. وتلاقي مثلا حزين الشحات على 18 فرين منافس. وتلاقي مثلا المدافعين بتقعك على 18 بتاعك. فبالتالي دي حتة بطة الملعب دي. كان بتدي فرصة لأي منافس بيلعبك. إنه هو يلاقي مساحات وإنه هو يختارك بسهولة. أكلمك في ناحية الدفاعية دي شوية. لأنه يمكن يهمني أسمع رأيك فيها كابتر رمضان. يعني كل مدافعين نادي الأهل. وصفات وإمكانيات عارس مرمى عالمي. بكل ما تحمله الكلام معين. بس العلامة أو المفارقة الغريبة فينا يا كابتر رمضان. إنك إنت فنشت. وإحنا كلنا نكلم على الفرق. بالنسختين الدوري السنة اللي فاتت والسنة دي. السنة اللي فاتت. أنت مفنش البطولة دي داخل في مرموك ثمان أهداف. في بطولة الدوري. السنة دي أنت مستقبل واحد وعشرين هدف. على الرغم إنه لعيبة المدافعين. مش هدت الجمهور. وتميزين جدا ومقدمين موسم عالي جدا. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ إنه الأهل يستقبل. هو تاني أقوى خط تدفع في الدوري. بس استقبل برضو يعتبر عدد مش قليل من أهل. في الموسم اللي فات يا أحمد أنت كنت بتعمل الضغط بتاعك كمجموعة. يعني بتيجي مثلا تضغط من ناحة اليمين. بتلاقي مثلا محمد هاني. بتلاقي حسين الشحات. بتلاقي من وراهم مثلا بادر بنون أو ياسر. فبتضغط ومع رأس الحربة بتضغط كمجموعة. لا الموسم دوت الحقيقي إحنا بنضغطش كمجموعة. يعني بنسيب مساحات كتيرة جدا. للمنافس إنه هو يستلم. ويستلم في تلت الدفاع عندنا جميعا. فبالتالي انت يمكن تعرضت فعلا للواحد عشرين هدف. اللي احنا الحقيقة مرمنا تعرض فيه. لكن احنا عشان يمكن الممبرات المبارح. أنا بعتبرها الممبرات المهمة جدا. في ان احنا نرجع تاني للنواحة دفاعي الجمعية. انت الممبرات المبارح انت بتضغط. وتستخلص الكورة بسرعة جدا. وبالتالي انت الحقيقة مأمن نفسك بشكل كويس قوي الدفاعيا. عشان كده يمكن فرصة بتاعت محمد إبراهيم اللي هو دخل بها الثمانتاشر. لكن بعد كده ما كانش فيه فرص خالص. ومستحوذ على كل حاجة. دفاعيا وهجوميا في الممبرات المبارح الحقيقة. مع السلاميك. طيب ازاي نشتغل في الفترة اللي جاية. على انك انت يعني ماتش مبارح. انت اربع اهداف. وما استقبلتش فيه. كل ماتشات الاهلي الأخيرة يمكن قبل ماتش ده استقبلنا فيه اهداف. وفيه بعض الماتشات فيها ماتش الانتاج مثلا. وحنا نكون لسه بنتكلم عليه. استقبلت هدفين وكنت متأخر. يعني كنت متأخر في الماتش. ازاي تقفل ده وازاي تشتغل على فكرة. انت مازلت لغاية النهاردة صاحب أقوى خط هجوم في البطول. ازاي تنمي او تخافز على قوتك الهجومية. وفي نفس الوقت تقفل من النواحي الدفاعية عندنا. يعني ازاي بقولك. ممكن احنا مباراة الإسماعيلي حتى لو بنيجي نتكلم عليها. كتيم وكأداء الحقيقة يا هجومي. عندهم لعبة على مستوى عليك جدا. وزاي ما قلنا واتفاقنا ان احنا اهاب جلال الحقيقة فرق في أداءهم كمان الجماعي. فاحنا لعبة الإسماعيلي او اهاب جلال لو انت قدت له مساحات. هيعملك مشكلة كبيرة. اهاب جلال هي هاجم الأهلي من وجهة نظرك. هيلعب جيم مفتوح مع النادي الأهلي. هو أهاب جلال في كل مباراته اللي بلعبها بيلعب جيم مفتوح. ما بيلعبش جيم دفاعي. نادر لما بيلعب جيم دفاع الحقيقة. فهو لا هيلعب جيم مفتوح. لكن احنا لو احنا ضغطنا. لو احنا ضغطنا بالشكل اللي احنا قدنا به مبارح. الحقيقة ضغط الجماعي اللي احنا كنا بنعمله مبارح. وفي نفس الوقت احنا برضك في عندنا مشكلة كمان. أن أنت على فترات بتلاقي عمرو السلية مثلا أو أليو ديانج اللي اتنين بيروحوا يعملوا مسندة في النحلة جميلة فبالتالي أنت هنا بتفضي وص الملعب يمكن برضك من المرات اللي احنا بنكون عمر أو أليو ديانج واقف عامل سطارة على المجموعة اللي بتهاجم كلها أعتقد أن أنت الفريق نفس ما لقيش مساحات أنه ما يختاركك فدي كمان يعني زي ما أقول النواحد دفعية الجامعية وفي نفس الوقت السلية أو أليو ديانج أو حمدي طبعا واحد من الاتلاث دول وهو بيلعب لازم يكون هافل وراء المجموعة بقريتك لإهاب جلال وشكل الإسماعيلي في الفترة الأخرانية مين يبتدي في قلب الدفاع؟ أنا شوفنا طبعا عدم استقرار مستر موسماني ممكن يكون تدوير عشان يرايح اللعبة المجهدة ويمكن يكون لدواعي فنية من وجهة نظرك مين يبتدي في قلب الدفاع؟ مين اتنين مساكين في مطش الإسماعيلي؟ مطش الاثنين المساكين طبعا ياسر ومين معاه؟ وآيمن طبعا لو رجع طبعا أيمن بردك حالك ياسر وآيمن عشرف آه ياسر وآيمن أشرف أو ياسر ورامي ربيع ورامي ربيع آه طبعا رامي ربيع الحقيقة بردك نفس الحكاية لو نجي نتكلم على الاثنين سرباكين مبارح الاثنين عبدين جيم كبير جدا كان ياسر أو رامي بالنسبة لوصف ملعب تقيمة لهاني لا هاني الأول هاني أنا أقولك حاجة لو أنا بقول للنادي الأهلي ده أفضل مباراة للنادي الأهلي في خلال الفترة الأخيرة أفضل مباراة للمحمد هاني ده أفضل مباراة للمحمد هاني تحس لا هو ده محمد هاني رجع تاني النواحة الوجومية بتعامل بثقة وكمان مؤثر في النواحة الوجومية إذا حاجات الصغراء اللي بتعامل مع سين الشحات عشان يحط كروسات معمولة بشكل قوي جدا هتبدأ بهاني مطشو الإسماعي آه طبعا طيب في نص الملعب تلعب بالسولية ديانج حمدي ولا تختار اتنين بس سين لا تلعب بحمدي والسولية حمدي والسولية آه لأن حمدي الوحيدي اللي في السولية في التالي وديانج بيتمركز قدام السردبكين الحقيقة وبيأمن عرض الملعب بشكل هاي الحقيقة في النواحة الدفاعية يمكن قالوا ديانج زي ما قلت لك إنه هو عاوز يختارك وفي نفس الوقت عمر السولية بزيد هو طبعا رقم 8 وبيخش 18 كتير فحمدي هو اللي بيثبت وبيعمل لك التوازن الحقيقة وانت بتدافع طيب الفترة الأخرانية بحكم مشاركة صلاح وطاهر مع الأولمبي كان الشحات وكهرباء وساعت بياخد أجايه شوية يعني خد أجايه حتى نزل الماطش مبارح طاهر يعني معلوماتنا بتقول إنه بيعني من كادمة بسيطة وإنه الجهاز الطبي بيجهز طاهر إن شاء الله المباراة الإسماعيلي تبتدي بمين؟ تدي حسين وكهرباء اللي كانوا يعني مقدمين مستويات كويسة كهرباء لأول مرة بنشوفه بيسجل هدفين في المباراة واحدة الشحات إنت كابتن روضان كنت لسه بتتكلم عليه بتقول إنه مقدم طبعا عندك صلاح وعندك طاهر تغير في الأجنحة بتاعتنادي الأهلي ولا تخلي في سبات لازم يلعب حسين ولازم يلعب كهرباء حسين وكهرباء حسين وكهرباء لأن كهرباء انت عارف المباراة جابته يعني لما شارك بصفة أساسية الحقيقة المباراة جابته فكهرباء ماشي بشكل كويس قوي وكهرباء عنده حتة السرعة ويعرف يجيب جول كمان بشكل كويس قوي حسين الشحات زي ما قلت لك تمام مباريات الأخيرة هو ده حسين الشحات طيب أنا عايزك تكلمني كمان على الإسماعيلي ووجهة نظر كابتر رمضان اللعيبة اللي انتوا شايفها مفاتيح لعب ومصادر الخطورة هنتكلم كمان على التحكيم وعايز اسمع رأيك في الفار اللي حاضر معنا في كل مطشطنا وفي كل قطاتنا بعلامات استفهام بس تسمح لنا كابتر رمضان هروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلام قمة منتظرة الأهلي والإسماعيلي الأهلي شاشين الحمر والدرويش واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية وقايا إن كان الحقيقة حالة الفرقتين وقايا إن كان موقفهم في جدول الترتيب بتفضل مبارادي لها متعة خاصة وإن كان الحقيقة دايما الإسماعيلي بيقدم قدام الأهلي أحلى كرة عنده يعني بالشكل كده اللي خليني نقول إنه لو الإسماعيلي بيلعب الكرة دي كل مطشط الدوري هينافس يعني هينافس ويدخل في المربع ممكن قول لي نافس على الوصفة مع الزمالك وبرومتز مساء لكن هينافس مش هيبقى أبدا فيه موقع لا يليق الحقيقة بنادي الإسماعيلي وتاريخه وجماهيره خلينا نتكلم على الإسماعيلي مع كابتر رمضان وكنت بسألك يمكن قبل الفاصل مفاتيح الخطورة في فرقة الإسماعيلي فرقة فائقة بدنيا فائقة فنان مع كابتن إيهاب جلال بتلعب كرة حلوة عندهم كتير من مفاتيح لعب مهمة من وجهة نظرك مصادر الخطورة في فرقة الإسماعيلي كابتن رمضان أعتقد يمكن شكر نجيبي الحقيقة أنا بعتبره مقدم موسم رائع الحقيقة وخصوصا في الفترة كمان اللي مسك فيها إيهاب جلال لكن هو من أول الموسم هو يعني حداف الفرقة ويمكن كمان عنده حتة الواحد الواحد بيعملها بشكل كواسي قوي مهاري بيعرف يسدد بشكل كوي جدا لازم يتعامل حسابه فخر الدين طبعا برضك فخر الدين بن يوسف طبعا من اللعبة المميزة جدا ومن اللعبة اللي برضك هدفين في فرقة الإسماعيلي الحقيقة يمكن برضك أغلب الأهداف في المبارات الأخيرة كلها حرزها شكر نجيب وفخر الدين بن يوسف فلازم يتعامل حسابهم بشكل كوي جدا 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 من ولا ولا لا هو لا ما حدش دولك بالعمان يعني مثلا لو شكر ده بيتحرك ناحية مثلا ايمن بياخده لو اتحرك ناحية ياسر بياخده لو اتحرك ناحية رام ربيع اللي هو بيلعب هياخده ما فيش مشكلة عندنا خلص في الحتة دي الاسماعيلي ورا منه أمبي ورا منه طلايع بعد كده عندك مصري جونا أسوان أصعب مباراة من وجهة نظر هم كلهم صعبين أنا عارف وحتى ماتش أسوان الأخريني وانت عارف طبعا ظروف منافسة أسوان على ان هو يحاول يفضل في البتاع في الجدول يعني أو في البطولة فبالتأكيد دي دوافع لكن أصعب مواجهة من وجهة نظر كابتر رمضان السيد هقولك حاجة يا احمد يمكن احنا الحقيقة جربنا في خلال الأربعة سبيع أو الخمس سبيع الأخيرة مفيش مباراة سهلة يعني انت بتكلم على فرقة الانتاج ترتيبهم الأخير ويمكن في مبارات الحقيقة واحدة من أصعب المبارات علينا يعني يمكن هم تقدموا علينا كمان اتنين واحد فبالتالي لا احنا لازم نعمل حساب وانت كلمت الحقيقة في حاجة مهمة جدا لا الست مبارات مبارات كؤوس ماينفعش بأي حلم الأحوال ان انت تتفرط في أي بنت أي بنت ممكن يصعب الأمور خالص فعشان كده احنا لنخلص الإسماعيلي وبناخد مباراة مباراة نبتدي نفكر في المباراة اللي بعدية وزي ما قلتلك ان احنا الست مباراة نخلصهم نحصص البطولة انا فاهم طبعا اتفق معاك بس بلغة الكورة ده بلغة الحسابات يعني انا وانا مغمط كده اي حد اهلاوي النهاردة بيقولك انا عايزة ست مطشط دول ومليش دعوا بأي حاجة تانية اديني الستة في تلاتة في تمنتاشر احط بطولة الدورة جنب اخوتها وقصة وانتهت لكن ككورة بالتأكيد برضو مباراة مباراة بتفرط يعني الاهل هو بيلعب المصري الاهل هو بيلعب الإسماعيلي غير وهو بيلعب أسوان اقول بيلعب الجونة لو قلنا على الصعوبة المصري المصري لان انا لو فيه الحقيقة يشادة يشادة بعلي ماهر للموسم ده عامل طبعا الحقيقة يمكن زي بقى الكده وحصان الاسود الحقيقة وعمل مباريات على مستوى علي جدا وعمل موسم على مستوى علي جدا علي ماهر المصري التالت فبالتالي لا مباراة قوية جدا 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 مباراة مصري وليزي متعامل حسابها بشكل كويس قوي يعني لكن احنا اتفقنا خلاص ان احنا زائد مباراة مصري هنعمل حسابنا للخمس مباراة تانية طيب كل كلامي مع حضرتك لوقتي لغاية لوقتي كابتر رمضان ليه علاقة بأرض الملعب ليه علاقة بـ 90 دي كورة ليه علاقة بـ 11 ضد 11 واللي افضل فيهم يقدر يحسب تلات نقاط لكن هل مش عايز اقول هل من الممكن او هل من الورد لكن خليني اقول حقيقة ايه الدور المفترض انه عشان المسابقة دي توصل لبرى الامان وتبقى فيه مستوى معين من العدالة والشفاء ايه الحاجة اللي انت بتطلبها من الحكام او من منظومة التحكيم في الماتشاط اللي جاي مشان نتفادى طبعا اي دخول فيه وهي الحكام لازم يقفير مع كل الانديين احنا في منافسة قوية جدا ايه بس هو بالتأكيد اي حكا لازم يبقى فير بالزبط كانت المنافسة محسومة او مش محسومة لكن اعصد اقول انه دخول الاهلي والزمالك في صراع حصلش الصراع ده ما حصلش بفترة كبيرة جدا بقى له فترة كبيرة جدا ونادي الزمالك بيمتلك تيم قوي فده بيزود الى حد ما الحساسية شويتين بالزبط ازاي منظومة التحكيم تتفادى انها تكون طرف في اي ازمات في المتشاط المفضل انا بس يمكن عاوز اتكلم يا احمد الحقيقة على الفار طب لان في مبارات كتيرة جدا يعني هقولك حاجة اخر مباراة مثلا انبارح مثلا اذا اخر مباراة احنا معنا معنا كازا حالة ممكن نعلق عليه على هدفين اللي تلاقوا يعني الهدفين اللي تلاقوا طب لو ممكن لو جاهزين بالاهداف اللي تلاقت للاهل امبارح والواقع كمان بتاع التارد حارس مرمس الكرة دي انا باعتبرها هدف لان الكرة لما قالوا انها جدت في ايد افشا لما الكرة اتعادت وبالبطيء وبالسريع بكل حاجة الكرة ما جدتش في ايد افشا الكرة جدت في صدره وما فيش اي زاوية تصوير جابت لنا ان الكرة جدت في ايده انا يمكن بستعجب كمان الحقيقة ان يعني حتى لما راح للفار الحقيقة خد قرار بسرعة جدا ان الكرة جدت في ايده طب انا عزف وما قدموله انا صورة يعني ما فيش ولا صورة جدت مبارح في المباراة بتقول ان الكرة جدت في ايد افشا فالكرة دي طبعا انا باعتبرها قبل الكرة دي قبل الكرة دي ما تتلعب لانهم حسبوا ان الكرة هي في اوقات كتير جدا بتبقى المشكلة الحقيقة مش مع حكم الساحة بقدم هي مع مع الفار نفسه بالزبط يعني الفار اللي عنده بساعة دايما بنسمع دايما حتى في معلقين انه يا جماعة ما تلموش على الحكم ده بياخد في قرار في جزء من الثانية وانت عدت في البيت بتتفرج على التلفزيون والاعادة ومشها فيه طب اهي الاعادة جتلكه في الملع يعني ما انت عندك الاعيب وزيده ومن زوجة ومن اتنين وتلاتة يعني انا بتكلم يا احمد الحقيقة على ان انا الفار استدع عليه الحكم في الكرة دي طب ما هو الكرة اللي جت انها في صدر الافشة مفيش ولا صورة يعني هو وراله انا صورة اللي هي جت في ايه يعني انا بستعجب بصراحة كرة دي كرة غريبة جدا يعني هو الحقيقة كمان من الحاجات الملفتة ليس تشكيكا في احد لكن خليني اقول لكم برضو انه ده بيلفت نظر الجمهور وبالتالي احنا هنا متفقين انه السادسة جزء او مساحة للتعبير عن اصوات الجماهير اللي مش موجودة في المدرجات اللي كانت بالمناسبة هتقول ده لو موجودة في المدرجات مفيش جون للنادي الاهلي بيجي بص كرة فين كرة فين كرة في صدره مفيش ولا لقطة جايبة ان كرة جت في ايدين افشة ولا لقطة عدوها جت اتكلموا ان جات ان صورة جت جابت ان كرة جت في ايد افشة بص كرة في صدره واضحة مزبوط لقوا بعدين كمان مفترض انه في بعض الاوقات يا كابتر رمضان انه ودي رسالة لمخرجين يعني زملاء في النهاية يشغلوا معانا في الميديا مدركين تماما انه اختلاف الزوايا يدي صورة اوضح لللقطة يعني انا مش مفترض ان انا في الفار اشوف نفس اللقطة او نفس الاعادة من نفس الزاوية مفترض ان اشوفها من زاوية واثنين وثلاثة لغاية لما تبني اللي اعلى بشكل اوضح عشان نمنع حالة الجدل وعشان كمان نسهل القرار على حكم المباراة اللي في قوات كتير جدا ممكن شايف اللقطة قدامه مش عارف ياخد قرار هو الفار ايه لو انا لحكم الفار لو انا ما عنديش الصورة لتأكد لنا اخد قرار للحكم ما نستطيعش الحكم تمام ده مفروض يعني بنسبة 100 في 100 لازم نشتغل كده في كل مباراة بلحك برضو كل عايز يخلص من المسئولية يعني في اوقات كتير جدا يقول لك مليش دعوة انا هات الحكم وهو ياخد القرار ما هو ماشي انا جبت الحكم لازم يقدمه الصورة اللي هو ياخد بها قرار مفيش ولا صورة جايبة ان الكورة جات في ايد افشم بقى ولا صورة نرجو كمان زي ما بنطالب التحكيم انه هم يعني يبقوا فيرين سكوير زي ما بيقولوا يعني يبقى ما فيش اي الموضوع مش موضوع التشكيك ابدا في حكامنا ولكن عشان نتفدأ اي مطبط نحن وفي غنى عنها احنا كل اللي بنطالب به العدالة والشفافية زمل المخرجين انه يبقى فيه دايما عارفين انه التقنيات مش احسن حاجة وعارفين انه كاميرات ووسائل النقل مش احسن تكنولوجيا في الدنيا وبالتالي بيبقى فيه مشاكل في الناحية الناحية الكواليتي الخاصة بالصورة لكن من الممكن جدا انه الزوايا المختلفة تدينا شكل او تصور اوضح للوقعة واذا كان فيها مخالفة من عدم وبالتالي تسهل على الحكم ان هو ياخد القرار الصحيح وده يترتب عليه ان احنا نتفادى اي حالة جدل نحن في غنى عنها تماما تماما طيب نشوف اللقطة التانية لا يعني ده الهدف الاول معنا جون الجون التاني برضو تاعة ربيعة دي بتاعة ربيعة هي بص يعني يعني الكورة اولا الراحة اللي كهرباء او اللعبية بدماغه مش اوف سايت نحن على خط يمكن تمام في الاعادة كمان بشكل اوضح هو اكيد ربيعة مش اوف سايت لا وهنا لعب لعب لان بص الرجل الازرق فين يعني في باك من من رجل الازرق سبق يعني هو هو اللي كان في موقف كهرباء كهرباء مش متدخل مع الكورة الكورة راجعة من القيم او راجعة من العرضة بالزبط كهرباء مش متدخل معها وما لمسهاش الاثنين دول ما فيش حد فيهم انصار لغاية ما وصلت الكورة الرمي ربيعة وحطها بوش رجليه كورة طبعا برضو صعبة جدا جدا يعني كهرباء لا راء على الكورة وطبعا انت عارف برضو اللي بي يعني بيخلي الناس يعني ما بتقفش عند غلطات من النوع ده انه الغلطات دي غير مؤسر انه الاهلي كذبان وعشان النتيجة راح تتربع لكن لقدر الله وكابت الرمضان لو لو ماتش زي مباح الاهلي فيه فقط نقطة او نقطتين اه اه اعتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا نوصل بالمسابقة لبرى الامان ويبقى التحكيم بتاعنا طالع من المسابقة زي ما فيه نادي هيكون بطل يبقى التحكيم طالع بموسم ناجح كل يشيد منظومة التحكيم في مصر نشوف طرد عامر عامر حرس مرمل انه برضو فيه ناس علاقت على الطرد ده لكن نشوف طبعا دي حالة الطرد بتاعت عامر عامر طبعا في ايديه طبعا في ايديه واضحة يعني واضحة ده هو حتى لما راح برضك شافه في البر دي حاجة تقديرية يعني حالة دي الحكم تقديرية للحكم ولا ده نص واضح في القانون انه حالة التعمد انك انت تمنع عدف للقس طبعا طبعا وتصد لا ده قانون ده قانون مش حاجة تقديرية للحكم انت طلعت الحارس طلع برض 18 ولمسوا كرة بيديه ومنع كرة انها تروح على المرمى يعني ده بيصد الكرة كرة جات في ايده هو بيصد الكرة هو رفع ايديه لتنينة طبعا طبعا ممكن لقطة دي الزاوية دي مضحة دي الزاوية اللي توضح رفع ايديه لتنينة عشان يصد الكرة هو خارج المنطقة وده قانون مش تقدير للحكم طالما الحارس تلع برض 18 ومنع هدف على طول الكارتة تحرك شريف كمان في الكرة دي هو ده اللي نحن لسا نتكلم على شريف شريف عنده السرعة اللي هي بيخترج بيها اي دفاعات الحقيقة يعني بيتفوق على اي دفاعات موجودة في المسابقة الحقيقة يعني الكرة دي شوفه وضرب في بص ثلاثة ورغم ذلك هو ضربهم وبعد كده طبعا هو حطاه في الجول والحارس طبعا عامل الحقيقة طبعا منع الكرة بيديه طبعا برضو لازم نشيد في اللقطة دي بكهرباء مش بس عشان يدرس الحقيقة اللي لعبه للمحمد شريف لكن كهرباء واضح انه مركز قوي الفترة الاخرى ما هو بص هو كهرباء لما تجد تعمله تحكين فني لعيب كبير من اللعيبة كبيرة موجودة في مصر لكن المباراة اللي هو ما بقاش مركز فيها ما بيتنلحش امكانياته المباراة اللي هو مركز فيها الحقيقة يعني الكرة دي يعني بتاعت مثلا حاجات بلعت افشة بتاعت مسلا عمرو السلية اللي هو بيعرف يوصلها كده لكن الكهرباء انه يوصل محمد شريف بالتاميرا دي لعيب كبير مركز ولعيب كبير جدا تستنين بس لسه سبعين في المائة اه بالزبط عنده اكتر من كده كمان طبعا يعني ممكن كهرباء بحقيقة بإمكانياته يبقى في حتة تانية بالزبط مستر موسيماني بيذاكر اخر خمس مطشاط كرة غير يعني دايما انت لو بسيط لأحلى مطشاط لعيبها لأهلي السنة دي كانت المطشاط الكبير يمكن وقعنا وفرطنا في المطشاط اللي ما كناش عاملين حسابها ازاي بتشوف الراجل او يعني الطريقة الامثل من وجهة نظر المسلماني عشان موجهة لإسماعيل يعني يمكن احنا بنسبة لكلامك حتى موراتين التراجي مركز يوم بشكل كبير جدا سانداونز الاتنين موراتين مقدين بشكل قوي جدا احنا كل المبارات اللي احنا بنبقى عاملين حسابها لا احنا بنقد بشكل كويس يمكن المبارات اللي احنا خسرناها اللي احنا خسرناها مع الفرق اللي هي تحت اللي هي بتصارع حبوط فلا هو هو بيذكر تحديدا اخر خمس مطشاط يعني هو بيشوف الإسماعيل ويمكن اخر مطشح الناسة كنا نتكلم عليه الحقيقة الريمونتادة اللي عملوها قدام كانوا خسرانين اكتر حاجة اكتر حاجة هي ركز عليها ومسلمان الحقيقة هي حيث التديق الملعب ما يبقاش يعني زي في مبارات يا احمد اللي احنا يمكن الفرق المنافسة احرز وفينا اهداف انهي اننا نبقى متقدمين بجول والمبارات احنا متقدمين بجول احنا ليه بنفرط في مساحات زي مثلا المبارات مثلا الانتاج ازاي احنا نفرط انه بخلي اثنين على اثنين او ثلاثة على ثلاثة مشكلة مشكلة كبيرة جدا لا احنا في رؤية الاسماعيل عندهم لعيبة يقدروا يصنع الفرق زي ما قلنا الاثنين لعيبة المهاجمين الحقيقة زي كان شكري او فخر الدين فعشان كده ما ندهمش مساحات هو برضك هيركز على النقطة دي بالذات وانا حتى في التلت الهجوم التاعي وفي التلت الدفاع للإسماعيلي وانا بحط الكرة بالعرض عشان بجيب جول لازم يكون مأمن التلت الدفاع بتاعي بشكل كويس او زي ما قلتلك ان حمد فتح الحقيقة هو اللي بيعمل دي الوحيد اللي بيعمل دي وانت بتهاجم هو اللي بيأمنلك دي قدام السيد باكين وقدام باك من الباكين لان احنا في الطريقة التنفيذ الاربعة الحقيقة في مشكلة ان انت ما تقدرش تطلع بالباكين يعني لو علي طلع يبقى هني استنى لو هني طلع يبقى علي استنى عشان يبقى عندك السيد باكين وحمد فتحي مع باك من الباكين لكن احنا فيه اوقات بنفرط في دي كنت بسألك سؤال بعيدا بقى عن مشوار الاهلي ليه الدوري محلاوي قوي كده في اخره يعني ليه الدوري ليه الفرق حتى اللي بتصارع انت بيكلم على الاسفار بيكلم على انتاج بيقع بكرة ليه الدوري بتاعنا مش مبتدي سخن كل واحد بيطلع اقصى ما عنده من بداية الموسم لازم نستنى لما يبقى ظهرنا للحيطة زي ما بيقولوا عشان كل واحد يطلع على الان يمكن هو الدوري حلو برضك زي مالك في المنافسة وتيم كو جدا والمنافسة هتتحسم في السوان الاخيرة الحقيقة الفرق اللي تحت الحقيقة الفرق اللي بتصارع هبوط بيقدوا اداء يعني لو قدوا من اول الموسم اعتقد ما كانوا تتحطوا في المركز العقلية استتغير اه طبعا اجهزة الفنية تتحمل المسؤولية يعني ما تقديش وانت لما تحس بالخطورة طب ما تقدم الأول زي بالزبط مش بكلمك بقى على كمان من اول الموسم زي بالزبط الناس اللي بتفرط في 45 ديئة او مثلا 50 ديئة وبعدين يخش جول مباراة في اخر ربع ساعة او اخر 20 ديئة طب ما انا من اول ديئة في المباراة انا بلعب زي مبارح مش ضغطين مش ضغطين ان احنا كمان احرصنا هدف وخرص ورجعنا لا احنا ضغطين وضيعنا في هدفين طبعا او فيهم هدف اللي هو بتاع محمد الشريف 100% اللي جات في صدر افشا الحقيقة وحوالي 5-6 فرص الشرط الاولاني كنت ممكن تسجل منهم فهو ده زي ما بقى بقول على ان انت تبدأ 90 ديئة من اول ديئة زي ما بقول ان الفرق تبدأ الموسم من اول ديئة في الموسم سيبي الكرة في مصر واخدك لتوكيو شوية ازاي شفت مشاركة اولادنا في توكيو والنتاج اللي حققتها بعثة مصر في الاولمبياد يعني انا ببركلهم كلهم الحقيقة وابطار طبعا دي في ريال طبعا مكناش متوقعين يعني كان فيه حاجات تانية كنا متوقعين واللياسف ما حققناش لكل الكراتي فرق معنا جدا والميدالية الذهبية حقيقة نططفنا كتير عشرين مركز اه طبعا حاجة محترمة جدا وحاجة مباركلهم ابطال 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 الحقيقة واستاهلوا يعني ان احنا نعملهم تكريم كبير جدا جدا طبعا زيانة اه طبعا بطل عظيمة بطل عظيمة وتستاهل الحقيقة وكامل ممكن تكمل الحقيقة توصل للمبورة النهائية ده جندي احمد الجندي اه احمد الجندي الفطرية طبعا ده واردك حاجة حاجة عظيمة الحقيقة بطل طبعا البي بي سي ممكن كتكتب انه عمل ريمونتادا وعمل كامباك تاريخي كان من مركز 13 وقدر انه هو يفنش تاني وكان ممكن ياخد زهبي ده اليد كيسو طبعا امل مصر في فاريس دايما المصارعة الحقيقة طبعا خسلنا رفع الاشقال طبعا رفع الاشقال لو كانت معنا في الدورة كانت الحصيلة بس الحقيقة الولادة دول في منهم كتير جدا مبشرين والامل كبير يعني طبعا في النهاية ست ميداليات لكن شايف انه عندنا مصر تستحق وعندنا اكتر من كده يعني انا في رأيي ان يوكيشو الحقيقة لو ركز في الثلاثين ثانية الاخيرة كان ودنا في الضيئة او الزهب صحية يعني مبروك تاني لأبطال مصر واملنا كبير فيكو في باريس ان شاء الله وان شاء الله زي ما باركنا لأهلي على ثلاث نقاط غالية جدا في مطش السرامي كان بارك ان شاء الله يوم لأربعة جاي كابتن رمضان لأهلي ان شاء الله وانفوز على الإسماعيلي ان شاء الله اماننا كبير وبراهم مرة تانية مع الجمهور الاهلي على الحالة ست مطشاط اللي جايين محتاجين لحالة دي توصل في كل حتى غبطي كل حتى في بصر وتوصل لنجمنا ورجالتنا وفرقتنا وان شاء الله بإذن الله قادرين على التتويج بشكرك كابتن رمضان على وجودك معنا شرفتنا ونورتنا وانبرك ان شاء الله لحضرتك في الحلقة اللي جاي نتقابل فيها ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بكرة بشكر حضرتكم ونتابعكم ونقابلكم بكرة ان شاء الله حلقة مميزة جدا فيه السادسة كلام كتير جدا على المركات وعلى أهم الصفقات فان شاء الله بإذن الله تابقونا بكرة وتكون حلقة تحظل بقبول حضرتكم تحاتي لكل جماهير نادي الأهلي وشوفكم بكرة ان شاء الله